هذا واضحت مملكة البحرين تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العالمي باعتبارها احدى الدول الرائدة بمبادرتها الداعية لترسيخ قيم التعايش والحوار وترسيخ مبادئ السلام واذ تواصل المملكة جهودها في هذا المجال فانها تستمد عزيمتها من رؤية قائد ملهم يؤمن ايمانا راسخا باهمية اعلاء القيم الانسانية الحضارية النبيلة بين الدول والشعوب لينعم العالم بالاستقرار ويعم السلام اقتدين بالاباء والاجداد في نشر روح التعايش والمحبة والتسامح بين جميع ابناء هذه الارض الطيبة ورفت مملكة البحرين عبر تاريخها العريق بانها ارض الحضارات ومملكة للانسانية والتعايش والوئام والتسامح بين الجميع فدونت باحرف من نور مساعيها الخيرة في احلال السلام في ربوع العالم باسره هذه الملامح صطرها ووثقها نهج جلالة الملك المفدى السديد وإيمانه الراسخ باهمية اعلاء القيم الانسانية النبيلة بين المجتمعات بجانب مبادرات جلالته الحضارية نحو دعم ثقافة السلام والتعايش العالمي لغرس هذه القيم في عقول وقلوب الناشئة من شباب العالم المساعي الخيرة لجلالة الملك المفدى تمخض عنها العديد من المبادرات الحضارية يأتي في مقدمتها مركز الملك حمد للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وإعلان مملكة البحرين وهي خطوات مهمة لنشر المبادئ التي تتبناها البحرين والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع جلالة الملك المفدى يؤمن إمانا راسخا أن الدعوة إلى السلام هي النهج الصحيح لتحقيق الأمان والإطمئنان والسعادة فوصلت رسالة جلالته السامية إلى أعلى قمة في العالم إمانا بتعزيز روابط التسامح والأخوة الإنسانية إن شاء الله أننا السلامي عم في العالم أجمع الله يسلم وهذه رسالتنا من أعلى قمة في العالم قمة أفرس نهج عاهل البلاد المفد الحكيم ودوره النبيل في دعم وتعزيز قيم ومبادئ المحبة والإخاء بين شعوب العالم جعل مملكة البحرين في مقدمة الدول الداعمة لإعلاء القيم الإنسانية الحضارية وتوحيد الجهود الدولية من أجل عالم ينعم بالسلام والاستهار والاستقرار